حصل مشتري جديد لهاتف آيفون على ألف دولار أمريكي كتعويض له بعد مقاضاته لشركة أبل بسبب عدم وضع الشركة الأمريكية شاحن الهاتف في عنبة الجهاز الجديد والذي يعد مخالفا لقوانين المستهلك إلى التفاصيل سأحكي لكم الحكاية حكاية هذه القصة بهذا التقرير أنا هايدي يوسري أهلا بكم قضت محكمة برازيلية بضرورة تحمل شركة أبل دفع تعويض قدره ألف دولار أمريكي لمستخدم آيفون وذلك بعد أن حصل على هاتفه الجديد دون شاحن داخل العلبة ذكرت محكمة في مدينة جويانيا البرازيلية أن شركة أبل تنتهك قوانين حماية المستهلك ويجب عليها تعويض العميل الذي تم بيع هاتف له آيفون بدون شاحن وفقا لموقع إنسايدر الأمريكي أدان قاضي المحكمة بانديرلي بن هيرو شركة أبل بإجراء بيع مزدوج غير قانوني يجبر العملاء على شراء اثنين من منتجاتها حتى يعمل أحدهما من شكل كامل وفقا لقانون المستهلك في البرازيل فإنه يجب أن تشتمل الأجهزة مثل الهاتف الذكي على شاحن من الممكن بيعها بشكل منفصل لكن يجب أن لا يكون البيع المنفصل إلزاميا للعمل ذلك من أجل السماح للجهاز بالعمل بشكل كامل اعتبر القاضي البرازيلي أن سياسة أبل مع العلماء هي ممارسة تجارية مسيئة وغير قانونية وفي دفاع عن نفسها أمام المحكمة البرازيلية قالت شركة أبل إن الكابل المرفق مع هواتفها يمكن استخدامه مع محاولات غير تابعة لها وهي الحجة التي رفضها القاضي بالتالي مؤكدا أن الكابل لا يعمل مع محاولات الحائط التي تفتقر إلى منفذ USB-C الذي تم تصميم شاحن أبل به كما أشاري إلى أن شركة أبل قالت أنها توقفت عن توفير شاحن الطاقة مع جزتها بسبب قلقها على البيئة لكنه رد على هذا بأن الشركة ما زالت تصنع شواحن الطاقة وتبيعها بشكل منفصل فما الفائدة إذن برأيكم؟ وقال بن هيرو ليس من المناسب أن يسعى مثل هذا الإجراء إلى الحد من الآثار البيئية لأنه في جميع الأدلة يواصل المدع عليه تصنيع مثل هذا الملحق الأساسي لكنه يبيع الآن بشكل منفصل وأعلنت شركة أبل لأول مرة عن توقفها عن توفير شواحن الطاقة لهاتف آيفون 12 في عام 2020 وهي السياسة التي قالت الحكومة البرازيلية أنها مسيئة في العام الماضي في عام 2021 فرضت البرازيل غرامة مالية على شركة أبل بقيمة 2 مليون دولار أمريكي بسبب هذه الممارسة قائلة أن عملاقة التكنولوجيا الأمريكية فشلت في إظهار المكسب البيئي الذي أعلنت عنه وأشهد فرناندو اسكابيز رئيس مؤسسة حماية واستهلك بروكون اس بي بالقرار مؤكدا أن الشواحن تعتبر جزءا أصيلا من تجربة استخدام الهواتف الذكية في الحقيقة مشاهدين أن القضية مع شخص واحد في الوقت الحالي ليست مشكلة لشركة أبل لكن إذا قام مستخدم آيفون أيضا بمقادات الشركة بالمثل فقد تعيد أبل النظر من جديد في قرارها بعدم دفع تعويضات وهذا ما سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة وأنتم مشاهدين ماذا ترون؟ هل برأيكم أنها محقة فيما تقول بأنه مضر بالفعل للبيئة وإذا كان كما تقول فلماذا أصلا تصنعه حتى لو بشكل منفصل؟ شاركونا بأرائكم وتعليقاتكم شكرا جزيلا للحسن المتابعة في أمان الله شكرا